أَلَمْ تَرَيْنَا الْمَلَيْمِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ نُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ بَعَثْنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَمِيلِ النَّارِ قَالَ أَنْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ قِتَالُ أَنَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنَّا نُقَاتِلَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْبُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُغْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزادا بسطة في العلم والجسم والله يُغْتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ والله واسع العليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يكتلكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقيكم مما ترك آل روسى وآل هارون وآل هارون تحملوا المنائكا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طاروت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معهم قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فازنوا بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضه وعلمه ببعض لفسدت الأرض ولكن الله له فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين